السلام عليكم ورحمة الله أنا إبراهيم الوادعين استخدمت جهاز هواوي بفورتي برو لمدة شهر تقريبا وفي هذه الحلقة رأيك لكم كيف كانت تجربتي معه رأيك لكم تجربتي باختصار ما يحتاجت فلسفة طويل حلقة إلى أكثر من 10 دقائق أشوف الموضوع ما يحتاج كل هذا الوقت يلا خلونا نبدأ أولا نبدأ بتصميم الجوال تصميم الجوال جميل جدا أشوفه من أجمل الجوالات التي استخدمتها حتى الآن وحجم الجوال مناسب للاستخدام بيد واحدة والشاشة فيها إنحناء بسيط غير مزعج والشاشة بدون حواف تقريبا الكاميرا الخلفية بارزة والبصمات تظهر على الجوال بشكل خفيف جدا طبعا أنا أتكلم عن اللون الفضين ما جربت اللون الأسود شاشة الجوال ممتازة جدا الألوان فيها جميلة والدقة ممتازة والإضاءة قوية والحركة في الشاشة السلسة وهذا أكيد لأن الشاشة تدعم معدل تحديث 90 هرتز وموجود عندنا في أسفل الشاشة البصمة وسرعة استجابتها ممتازة جدا من أسرع البصمات اللي جربتها حتى الآن وعندنا فيها على شاشة الجوال كاميرا أمامية بعدستين والتصوير فيهم جدا ممتاز لكن مكان الكاميرا مزعج ما عجبني وعندنا في الجهاز من الخلف أربع كاميرات التصوير فيها والعزل ممتاز جدا من أفضل الكاميرات اللي جربتها حتى الآن وهذا بعض الصور اللي اتقطتها لكم بالجوال وأخيرا حاب أختم الكلام عن كاميرا الجوال بأنها حصلت على أكبر تقييم من موقع DXO Mark وهذا الموقع متخصص في تقييم الكاميرات ومن ضمنها كاميرا الجوال الجهاز فيه منفذ USB Type-C ومنفذ 3.5 غير موجود للأسف وأيضا الجوال في سماعة واحدة الصوت فيها ممتاز ولكن أتمنى لو كان في سماعتين والآن خلونا نتكلم عن الشحن والبطارية بطارية الجوال راح يتم شحنها من صفر إلى مئة في ساعة ودقيقتين تقريبا بعدها راح تستمر معك البطارية حوالي 8 ساعات مع الاستخدام الثقيل وللأمانة بطارية جوال Mate 30 Pro أفضل وأيضا الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي ويدعم الشحن الأكسي كلها 27 واط أوكي الآن خلونا نتكلم عن أداء الجوال أداء الجوال ممتاز جدا كنت ألعب عليه لعبة PUBG شبه يومين وأداءه من أفضل الجوالات اللي جربتها حتى الآن الجهاز أداءه ممتاز والحرارة فيه من أفضل الجوالات وهذا متوقع من معالج كيرين 990 5G طيب تقريبا الآن غطيت كل شيء في هاردوير الجهاز الآن خلونا نتكلم عن السوفتوير أو نظام التشغيل الجوال فيه نظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة هواوي وبدون خدمات جوجل واجهة النظام سلسة وجميلة لكن لا تتوقع كل التطبيقات موجودة في متجر هواوي ما زال ينقصها الكثير حتى ينافس متجر التطبيقات الخاص بجوجل وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة أتمنى أكون غطيت كل شيء في الجهاز إذا كان عندك سؤال أو استفسار عن الجوال اكتبه لي في التعليقات وأنا إن شاء الله أرد عليك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر